نركزنا على الثلاثة الأوراج الكبرى الورش الحماية الإجتماعية التي تخصنا نشعره إنه هو ورش ملكي والذي سوف يفتح المجال 22 مليون المعاربة سوف يستفيدون من خدمات السرحية في إطار الترضية السرحية وهنا سوف نركز على القطاع العمومي لكي يكون أكثر تنافسية خصوصا مع المرتبط المسعجلات ويجعل شركات مع القطاع الخاصة لكي يظهروا أن يكون خريطة صحية في المستوى العالي لكي نجاوزوا هذه المشكلة الإجتماعية وأنا أعرف المشكلة مطرح ومطرح بحيدة في هذه المنطقة بخصوص هذه الإجتماعية للصحة هناك كذلك الورش الثاني ومطرح الديمقراطية والذي نريد أن نفتح حوارة الإجتماعية ونأهلوا بعض العمل السياسي في بلدنا ولكن من جهة أخرى كذلك نصبح القوانين حريات أهمية كذلك ونقرروا المكتسبات لتحقية مجالة حقوق الإنسان ومهماية حقوق الإنسان وكذلك نقطة مهمة جداً وهو نفعله حقيقة الجوية المتقدمة ونقلق اختصاصات من الدولة إلى الجهات ونضمنه كذلك فعالة أكثر لتجهة لتجهة ونقرروا من أجل الموضع المركزة ونقرروا لتجهة ونقرروا لما أن هذه القوانين يجب أن أصل بحقوق ونحن نقوم بمقاولات المغاربة ومقاولات المغاربة ومقاولات المغاربة في المنطقة القاضي من هناك شرحة في العبارات المغاربة نزلو القانون التنديمي الأمازيغية لإجابة هذا القانون على أن تدخل الأمازيغية في الحياة العامة وفي نسلوغ العمل على تقوية اللغة العربية وحضورها وإخراج الأخير للمهد اللغة العربية لتكون ترجمة لكي يمكنهم التطور التكنولوجيا والتطور العلمي وكاين ما هو مرتبط بالطبع بغطة خاصة للنهوض بالثقافة بالنهوض بالرياضة بالنهوض كذلك بالسينما بالنهوض بالأسرة وكل هذا الروافل لأننا بغنان حقوق والاقتصاد ثقافي ثم اقتصاد الرياضي في البلاد والعمل على مناطق التروية أن تكون هناك مراكز ثقافية مراكز كذلك في مجال الرياضة بمناعب القوم كذلك في البادية وفي التشورة ديالنا ولكن ما أريد أن تكون هناك أن تكون دور خنمات عبوبية وإدارية في كل قرية القرية لأننا نباما الحكومة الإلكترونية وكذلك الإمكانية أن تكون هناك تجربة و تحدثنا من كون أنه الكل سيتكلم و ستكون حملة شاملة إذا تحدثوا عن برنامج وطني برنامج وطني كان هناك شيء كتم و لكنه نحن برنامج وطني بحضنته و النتيجة لمنظور إيديولوجي لحسب الاستقلال ولكن لمنظور عملي مهدانة اللي قاموا بها مناظلات ومناظلون من خلال إعداد بوامج جهوهل اللي انجت من رؤية لتنقيح البطنمج الوطني والتنميته بالعديد من المهوش أنا لم أعيد ما جاء على لسان الأخير من العالم المترم أنا أتكلم عن كيفية فتادة البطنمج حيوي ثم ما يخص هذا الجيال من عموميات فالكلمة الأخرى ينسي من اللي هو كذلك خبري ويجب أن تتعرفوا العلقة والمترمى لأدوه ويجب أن يكون هناك محدة صورة لأخذ هذا الوطن الحدودي ومعلمنا الثاني وهو من قد وليل الأوسط ويجب أن يكون هناك أكثر تمرراً لأن المسكار المفتبطة ثم الم hygiene في مجالات أخرى في مدرق الكلة في مدرق الكلة في منتكتيلة ولكن منتدة الكاملات المهمة وهذه تمكن استغنالها في الخروج الهترمى القرآن ومجال الخامس وهو الزن وكامل هو المهو ثم مجال السرس وهو اللي حدنا اليوم في الحابير وهو إقليمنا على إيش والذي كان أعتبره أنه إقليم كان يمكنه مزال يمكنه فطارين العجل إلى واحد دور كبير كبير جدا في نظر التمر فيه على يعني وحد خط وحد لاكس اللي كان عبط بين شامل من دكا وجنوبها أنه متواجد على طبق الفيار أنه متواجد على السكة الحديدية السريعة هذه الأمور عنده المياه، عنده البحث، عنده سياه، عنده في العق هذا إقليم يستحبه أحسن يستحبكم أحسن وما يمكنه شخص يستحب أحسن أن يكون لديه أحسن خصونا سيئ لهم يكونوا أحسن وإنه لكم أحسن معدد والسمي جزء أنينا الصحفي الهدف إلى أن تقديم المرشحات والمرشاكين وطريني كذلك المرامج المتخار للإكداء الدنيا السلال على السعيد وصدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فهو مشروع الواقعي مشروع القائمة مشروع اللي يساهم في تحقيق اهداف المواطنات والمواطنين في هات الاقليم وفي هات الاقليم وفي هات الاقليم وفي هات الجهة ومشروع تاني يدفوا حقيقة اننا نحقق هات القاطع السياسات الماضية باش اننا نجعله ان المواطنين والمواطنين استفضل امتقاط وانه كذلك لا يشوف في حياته المفضل واخيرا لمغينا كذلك وهو اننا نأخذ هات الاستحقاطات ونحمل وادي كيو من الفسلين من قدراتها من كفاءات التي تصغر بها يصغر بها في روابية ميانية في المجالس المتفرعة وكذلك في المركز الوطنيين والمناديبات المغاربين باش اننا نطبقوا هات الاعلاف وطبقوا هات السياسات ونجعلوا ان هذا البرنامج الذي قدمناه لكم على الصائد رواطتي وكذلك على الصائد جهاب انه يكون واقع نسبة المواطنين ان هذا هو المرنمج الراحة الان مرحل الخاصية هذا المرنمج الراحة الكرام الواطني و هذا المرنمج الراحة الان ردنا تباه المواطنين و أخيراً كما أتأكد وهو أننا سنقوم بالطبع حاضرين بقوة في وسط التواجن السمالي مع أخوات الصحفيات والصحفيين و أفضلنا لنقوم بثلاء نظرنا و نتفعله من نظامنا و نعمله جيدة لكي تتبع المعلومات و نتصل إلى المواطنين نحن نعلم أن هذه سيارة ترتبط في مدينة جوة خاصة من جناب الأمثال لدينا هذه الحفاوة و هذا الاتصال مماجر لكينا تتمنعني بأن يتفعله في الاستقلال حجم الهواطنين كي يجب أن تراهي رياض الألف للمواطنين والمواطنين من أسف هذا يبدأ لأن تكونوا لكي يكون لهم فرصة لقيام الرياضات لتكون لهم فرصة لولوج إلى الخدمات التقافية وكذلك ممكن أن تكون بطاقة خاصة للشباب باش ممكن أن يكونوا عندي تقفيدات لولوج إلى هذه الخدمات بلدى النقد أو في مجال التقافي والرياضي وآخراً للمواطنين هناك نقطة أساسية منسبة الإقليم إلى الأن وهي أنه كما تظهرون هذا الإقليم فهو عنده مقويمة خائدة ولكن على الأسف لم يستفيد لم تستثمر كما كان من ضروري أن يتم استثمره الشيء الذي هناك معاناة في مجال البطارات منسبة الشباب الشيء الذي للصناعة فهي تبقى محدودة في هذا الإقليم بلدى أهلات كثيرة في المجال الشيء الذي جعل أن ميناء ديال لا يشعر فوح تراجع مقارنة مع الموارد الأفراء على الصعيد الوطني ثالثاً الشيء الذي جعل أن هناك إشكالية كبرى في مجال التجهزات التفتيار بخصوص الصحة أساساً ولذلك نحن نعتبر أنه من ضروري أن نتجاوز هذه الصورة تحصير صحة مجال تحصير مجال و و